اشتركوا في القناة الى عائلة الشهيد الرائد عبدالله راشد النعيمي الذي استشهد اثناء قيامه بواجبه الوطني السامي اثر تعرضه لعمل ارهابي مع ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة اثناء ادائهم مهمة تدريبية مع القوات المسلحة الاماراتية في جمهورية الصومال مؤكدا جلالة الملك المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة ايده الله ان كل واحد من شهدائنا الابطال هو موضع اعتزازنا وفخر لأسرهم وذويهم واخوانهم في السلاح حيث وهبوا ارواحهم فداء لوطنهم لتظل راية البحرين خفاقة شامخة بين الامم كما سطروا تاريخا مجيدا من البطولات خلدت اسماءهم واسماء اسرهم فكانوا فخرا لوطنهم واهلهم مضيفا جلالته حفظه الله ان اسر الشهداء لا يقلون بطولة عن ابنائهم فقد ضربوا اروع الامثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية فتحية اكبار لكل ام واب نهل منهم الشهداء القيمة الوطنية الرفيعة فهم ثمرة تربية وتنشئة وطنية اصيلة مؤكدا جلالته رعاه الله ان تضحيات شهداء الوطن ستبقى محفورة في ذاكرتنا عنوانا للفخر والعزة والمنع ونماذج مشرفة في البذل والعطاء ومنارة تضيء درب المستقبل المزدهر لوطننا سائلا جلالته المولى عز وجل ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصدقين ويلهم ذويه جميل الصبر وسلوان داعيا جلالته ان يتغمد الشهداء من القوات المسلحة الاماراتية بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصدقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر وسلوان ويمن الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرح الأشقاء والمصابين ضارعا جلالته إلى الله سبحانه وتعالى ان يرحم شهدائنا الأبرار وان يجزي أهلهم وذويهم خيرا وان يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه أمنه واستقراره وعزه ورخاءه هذا وقد رفعت عائلة وأهالي وذوي الشهيد بالغ الشكر وعظيم التقدير ووافر الامتدان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله على تعازي ومواساة جلالته لهم مما كان له أطيب الأثر في نفوسهم مبتهرين إلى البار جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويوفقه ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد ويجعله دائما ضخرا وفخرا لمملكة البحرين وشعبها الوفي الكريم مجددين العهد والولاء لقيادة جلالته الحكيمة مؤكدين فخرهم واعتزازهم بابنهم الشهيد شهيد الوطن وكافة شهدائنا الأبرار شهيد الوطن